يعطيكم ألف عافية وصفتنا لليوم رح تكون حلاء النسكافيل بارد طبعا يعتبر من ألذ و أطيب حلويات الصيف وصفة شهية ومميزة وما بتغلب أبدا بالشغل ومن نفس الوقت جدا شهية تعبوها معي وتعالي شوف طريقة العمل في البداية هون رح نحضر للكريمة بالنسبة للكريمة هون رح نحتاج كاس من الحليب طبعا عندي الحليب لازم يكون بارد ورح نحتاج هون معلقة كبيرة من قهوة سرعة ذوبان إذا بتحبوا نكت النسكافية أكثر ممكن تحطوا لحد معلقة أونس هلا هون رح ننزل الكريمة رح نحتاج ثلاث بكتات من الكريمة البودرة وزن كل بكت عندي يساوي ستة وثلاثين جرام هلا هون بخفق الكريمة طبعا في البداية بيكون عنا على سرعة واطية وأول ما أشوف أنها بلشت تتكثف معي بعلي السرعة رح أحكي بالنسبة لقهوة سرعت ذوبان أن هون تركت تقريبا مدة دقيقتين حتى ذابت بالحليب بعديها نزلت الكريمة نستمر بالخفق حتى الكريمة عنا تصير كثيفة هلا هون رح نحتاج ظرف من الكريمة كراميل البودرة وزن الظرف الآن استخدمته هون خمسين جرام ورح نحتاج كمان علبة من القشطة وزن الغلبة اللي أنا استخدمتها 170 جرام نخفقهم كثير منيح مع بعض ونخفق حتى يذوب عندي الكريمة كراميل رح عكي ملاحظة في حال مش متوفر عندكم الكريمة كراميل البودرة ممكن تستبدلوه بظرف من الكريمة العادية بهيك عندي الخلطة جاهزة وهلا هون رح ابلش ارتب البسكوت بالصينية بالنسبة للصينية استخدمت هون استخدمت قالب تشيز كيك حجم موسط صغير ورح استخدم بالوصفة هاي بسكوت القهوة طبعا بيعطي نكهة كثير طيبة لحلنسكة فيه رح ارجيكم شكل العبوة بيكون بهذا الشكل وحبات البسكوت بتكون فيه كثير ارفيعة طبعا في حال مش متوفر عندكم هذا البسكوت ممكن تستخدموا اكيد بسكوت الشاي طبعا انا اغلب المرات بعملها ببسكوت الشاي بس اليوم حبيت اني عملها ببسكوت القهوة فعلا اعطى نكهة جدا مميزة لاني هون استخدمت بسكوت القهوة غطست البسكوت بالحليب لحاله في حال استخدمتوا بسكوت الشاي بتغطسوا بسكوت الشاي بالحليب والقهوة حتى يعطي ويعزز طعم النسكة فيه بالحلو طبعا بتحطوا كاسي من الحليب مع معلقة صغيرة من القهوة بسكوت القهوة هون في حال ما حبيتوا تغطسوا بالحليب أكيد ممكن لأن هو بسكوت رفيع بذوب بسرعة فبرجع لكم إذا حبيتوا تغطسوا أو لا بس بسكوت الشاي لازم تغطسوا بالقهوة والحليب طبعا بنعمل طبقات بنعمل طبقة من البسكوت بنحط الكريمة وكونوا كريمين بالكريمة بين الطبقات طبعا هيك عندي الطبقة الأخيرة هلا هون بدخل الصينية الثلاجة حتى تجمد عندي الكريمة هلا هون في العبوات اللي ظلت تبيتي البسكوت حبيت أرجع أعمل فيها البسكوت مع الكريمة فرجعت خفقت هون تقريبا نص المقدار وعملت في العبوات تقريبا نص المقدار عمل عندي خمس عبوات نفس الطريقة بنغس البسكوت بالحليب برجع بحط طبقة من الكريمة وبهيك حتى عبي كل العبوة في حال ما حبيت تستخدموا القالب وحبيت تستخدموا هاي العبوات كمان كثير ممتاز طريقة التقديم كثير حلوة وبنفس الوقت يعني ما بتغلبكم بالشغل كثير سهل استخدامها هيك عندي بعد ما طلعتها من الثلاجة أخذت مني زي ما حكيت لكم تقريبا ثلاث ساعات كانت باردة تماما ممكن تعملوها قبل بيوم اللي تزيين طريقة التقديم برجع لكم أكيد أن هون حطت الكاكاو البودرة ممكن تقدموها بالنسكافة تحطوا على الوجه نسكافة ممكن تحطوا الشوكولاتة المبشورة زي ما بتكم هيك عندي بعد التقطيع ما شاء الله الوصفة بجد شهية بتمنى أنها تعجبكم من الوصفات الصيفية المميزة وهيك عندي الفيديو خلص وهيك عندي الوصفة صارت جاهزة بتمنى أنو الوصفة عجبتكم بتمنى كمان أنو الفيديو عجبكم رح أحكي هون شكرا لكل المتابعين شكرا على الكومنتات الحلوة اللي انتو بتحطولي إياها شكرا كثير للكم ويعطيكم ألف عافية إذا عجبكم الفيديو عجبتكم الوصفة ما تسسوا لاك للفيديو الاشتراك بقناتي تفايل زر الجرس ويعطيكم ألف عافية شكرا للمشاهدة